موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوات كيف دايرين لبس عليكم بخير قد تمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله سنشارك معكم في هذا الفيديو هذا بغرير ناجح 100% بسميدة الغليظة بعض الناس لا تكون لديهم الفينو أو لا تكون لديهم بسميدة رقيقة ويبغيوا يديروا البغرير فأنا جبت لكم طريقة صحيحة وناجحة 100% كتستحق أنكم تجربوها كي يخفيف ومتقب نخليكم تشوفوا الفيديو وفرجة ممتعة ونطول شارككم أكثر من هاك سنحتاج لكي نصيب هذا البغرير واحد الكأس ديال السميدة الغليظة بالنسبة للكؤوس الكأس اللي نعبر به الفينو هو اللي نعبر به الفورس يعني نفس المقص اللي ناخده فيه مبزوج بالنسبة لفورس فأنا استعملت هنا الفورس الحرش فكما تشوفوا هذا هو الشكل دياله والسميدة الغليظة يعني السميدة الغليظة يعني السميد الخشين داك الغليظ مش يرقيق بالنسبة للماء فهنا عندي كأس ديال العنبة غادي نزيدو الماء حسب يعني حسب الخالط وغادي نقولكم شحال كفاني في الآخر غادي نحتاجو جوج ديال الخمارات بالنسبة لهذا البغرير ديالي ما كيحتاش الاختمار نهائيا يعني كيف ما كان طحنه كان بداء نخدم به كل خمرة ما يعادل ثمانية غرام حتاجيت هنا معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز وغادي نحتاجو كذلك الملح حسب الضوغ وحسب يعني الرغبة حسب المضاء كله وشنو يبغي يدير على بركة الله غادي ندوش نجمعو هاد المكونات ديالنا درة الماء هو اول حاجة باش هكا من ما يلسقليش هاديك سميدة ديالي تلسقليل تحت اولى الفينو اي حاجة صبقت مبعد غادي نكو بالماء غادي تلسقليل تحت ديال هاديك المولينيكس ديالي فهنا درت ثلاثة ديال الكووس ديال الماء ليكون دافئ ما يكونش عوتانية لبنات سخون بالزاف يكون فقط دافئ لانه لا درت يسخون بالزاف هنا فين كيخسر لكبغرير ديالك وكيولي بحلة فيها الخيوطة بزاف ديال البنات كيتشكى وانه كيولي في الخيوطة فالغلط اللي كتديني وكتديني المطاعب كيتحرق لك الطحين وكيولي امسلك من بعد زدت السميدة ديالي زدت كذلك الخميرة ديال الحلويات الخميرة ديال الخبز والملح قاعدين نطحن هذه المكونات كاملين ونحاول نطحنهم اطول مدة يعني كل ما طحنتهم كل ما يعني كنعرف بانهم تخلطهم مزيان وبانهم بحالة كنعونهم في الخمير بحالة كنخمرهم هذا هو الدور ديال اننا كندورهم اطول مدة فتقريبا انا هنا يا رهجي لشي خمسة ديال دقائق وانا كندور فيه كنحبسه كنعاوض ندور الخليطة ديالي كيكون يعني ما يخصوش يكون قاسح بزاف باش ميجينيش بغرير ديالي مدقص ومخصوش عوثاني يكون جاري كتر من الدقائس باش ميجينيش خاوي يعني كيجي ما بينو ما بينه هنا دل ثلاثة ديال كقوس ديال العنباء في ذوك الكقوس اللي عندي كبار كيوزنوا من كقوس للعنباء كاس واربع هذوك الكقوس اللي عبرت بيهم انا السميدة والفينو باش نعطيكم العبارة من طبوط كي عبروك كاس واربع من الكقوس ديال العنباء فهنا من بعد ما صالي تطحين ضروري انو يبنلكم دوكل الفقاعات يعني راه تخدم مزيان مزيان كيسالي تخديت المقلة ديالي درتها من فوق النار بالنسبة المقلة ديالي فانا سبق لي من قبل كنترت فيها باماغي ما قدرتها واحد شفتها غادي ندليها شوية ديال زيت غير باش تعاوني ما تلسقليش هذك البغريد ديالي لكن هي ريال ما تلسطيش من الاحسن ان المقلة ديال تكون ديال الطيفال اولا مقلات البغريد ديال الطيفال يعني مهم تكون شي مقلاء ما كلسطيش هنا يقدر التالنار تكون مجهدة غيك تدخلي المقلاء فكنا اخوض الخالة ديالي كنحرك واحد شوية في مولينيكس يعني كنحاول غين حركيت دي واحد شوية وكنكبو مباشرة في المقلاء ديالي فوق من النار ما كان حييتش المقلاء من النار يعني كننزغير واحد شوية وكنكب فيها الخالط ديالي الكيمية اللي بغيت بغيت بغير كبير او لا بغيت بغير صغير فكنكبو كيما كتشوفوا النتيجة قدامكم يعني ما قطعت الفيديو ما منطيتو متاشي حاجة اول بغيرة غادي ندير هي هادي كتجي متقبة وزوينة ما كيش ديك القادية ديال لا واحد ثلاثة البغيرات في اللول كي يخسروا ليك او لا بالعكس هاد الطريقة ناجحة ما كتخسر لك حتى شي بغيرة وما كتخليه لا يخمر لا والو يعني في البلاثة كي كتطحنيه كتبدي كطيبي فيه مني بدي دينا هادوك الفوقعات بحال ما هاكا نحاولو غير نقصو شوية باش تيقرب يطيب باش هكام يتحرق لناش ويكمل الطياب ديالو من الفوق لان لاخلينا النار مجهده ممكن يتحرق لنا من من التحت ما غيجي فيني طيب من الفوق حتى يتحرق لنا من التحت فمن بعد كتحيد بسهولة يعني غيك تقصيها كتقلع بسهولة غادي نعود معكم تانية كذلك باش شوفو باللي راه النفس النتيجة ماشي فقط الاولى لي كتصدق او لا اولى يعني كيجي كله امتقب كيجي كله زوين وناجح دائما مني كان عودو نديروها كانجهدو النار غيكك اتبدا كتطلع لي كيبدا وقتلع لي ادوك فوقعات مشي في هاد المرحلة هالي حتى كيييطيبو الجوانب وكييبقى غير الوسط نقص النار ونجعلها طيب على خاطرها بصراحة هذا البغرير للبنات والله والله صدقوني ناجح بالنسبة للناس كان شي بعض الناس ما كيبغيوش يعني بغرير يكون ذاك رطاب بزاف كيولي بحلع جينا كيجي يعني كتحسب رسك في الزكات تاكل شي حاجة وكيجي خفيف عندما غتشوفوني في الآخر غاديلوه لكم يعني في تصاور وهذا فكيجي خفيف كيجي زوين زوين بزاف بزاف لا من ناحية المضاق ولا من ناحية الشكل يعني كيتقب بالنسبة للبنات حتى اللي اول مرة ممكن يجربوه إلا جربو هاد الطريقة هادي وجربو يعني واختوه بالنصائح اللي يقول لكم والمقاسة مضبوطة فصدقوني غاديجيكم متقوب وزوين فمن بعد ما ساليت بغرير ديالي هذا هو الشكل ديالو ما كنحطوش بحال هاك دارووري كنديرو واحد المرحلة باش كتخليه لنا فيه البريون في نفس الوقت كتخليه يعني مرخوف ومني كنبغيو نعوده نصخنه فكي يعودنا وكي يبقى مرخوف ما كيقصاحش كناخد شوية ديال الزيت النباتية أو الزيت اللي كنطيبو بيها فكناخدها وكنبدأ ندوز غير شوية هاك غي كنحكا بني دية وكندوزها كما كنتشوفو راه كين الفرق ما بين اللي أنا دهنت واللي مدهنش يعني كندهنوهم كاملين من براء ومن داخل بهذا الشكل وكنحطوهم جانباً بالنسبة لطريقة الاحتفاظ دعفوين بنات في الكونجيلاتور ماشي دوري اننا نحتفظو به لكن كين بعض الناس كيشيطليهم اولا كيديروه بزاف اولا بعض الليالات كيكونوا خدامين فكيتشهوا بحلكة بغير يالتك يبغيوه واخا الحمد لله كل شي كيتباع في الزنقة لكن كين واحد الفئة اللي كتبغي يعني تديرها في الكونجيلاتور ما كان أممش لكن كنتكلم مع بعض الناس اللي بغيو يديروه في الكونجيلاتور طريقة الصحيحة والسليمة واللي زيما مزيانة باش انك تحتفطي بالبغير ديالك أطول مدة هي هادي اللي غنقول لكم وكيفاش انه ميخسر لكم ش هدوك التقيبات ديالكم يبقى يعني بحلة يالله طعب من بعد ما كتسالي بحلكة كالدهنية كامل سواء كنتي غتخبيه سواء كنتي غتحطيه في البلاسة ضروري انك الدهنية باش كيعطيها ذاك البريون وفي نفس الوقت كيما قلت لكم كيبقى لكم مرخوف طريقة الاحتفاظ هو انني كناخده كناخد واحد البلاستيكا فانا غادي نوريكم طريقة دابع في الفيديو باش هكاما من يعني من منسبقش الاحداث وفي نفس الوقت شوفوا معايا حتنتو ما بعينيكم فانا كنجيب بلاستيكا كنحاول انني انقطعها يعني تكون غي شارة طويل كيما غدي تشوفوا معايا هتنقطعها على زوج يعني الضيجة حليتها على طولها وغادي نعاود نقطعها على طول هادا الطريقة اللي بنا تصدقوني من بعد ما تحت اسواء انكم عندكم سمن سواء عندكم خبز بطبط سواء عندكم هكا البغرير اني ديروا هادا طريقة وكونوا هانين فكان فرق في البلاستيكا بهذا الشكل كان نرد عوثاني بلاستيكا نحط وحدة ونرد عوثاني كان نستمر بنفس العملية حتى كان سالي الكيمياء كلها اللي انا بغيت نحتافط بها من بعد ما كان ساليها كان نجمعها وكان نخشيها في بلاستيكا كبيرة كما غدي تشوفوا معايا وكان ديناها في الكونجيلاتور من مور ما تديرها في الكونجيلاتور من بعد ما تجمد لك مني كتبغي تجبليها ما كتلقيش وحدة لاصقة لان لاحظتهم عاديين غدي تلقي وحدة لاصقة على الاختة سواء بغيت تجبدي وحدة او لا بغيت تجبديهم كاملين هيخصك تخليهم هكا كمجموعين تتلقوا على خاطرهم لكن بهذا الطريقة هادي تجبدي بوحدة بوحدة وكتحطيهم مني كتبغي تتسخنيهم ما تجبديهم مش نيشا ندينهم في المقلع لانه غدي يقصحوا لك كتجبديهم كتحطيهم فوق لابوتاجي او لا فوق شي شي بلاتو هاكا او لهذا كتخليهم حتى كيتلقوا تماما تقريبا راح خمسة ديال دقيقة لابنات كيتلقوا لانه ماشي شي حاجة يعني اللي اللي تقيل او لا كيش دفات الجمل داخل ضغية كيتلقوا وكتسخنيهم بعد ما كتسخنيهم كتعود يدهنيهم بالزيت وكتقدمهم لائلة ديالك بالصحة والراحة كيجيوا رائعين رائعين كيستحقوا التجريبة وكيجيوا مخرقين مع انه بزاف ديال ناس ما كيستقلهمش بغرير ديال السميدة الغليظة انا جبت لكم طريقة ناجحة وصلنا الاخر الفيديو ما سخيتش بكم كنتم ان شاء الله يجبكم الفيديو الى اللقاء نتلاقوا ان شاء الله